أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم الرقية الشرعية أخي الحبيب كيف تستعد قبل أن ترقي نفسك أولا أن تنقي عقيدتك من الشركية وأن يكون توحيدك خالصا لله تبارك وتعالى ثانيا أن تكون متوضئا ثالثا أن تصلي ركعتي الحاجة بتذلل وخشوع فائلا الله عز وجل الشفاء وأن تعلم علم اليقين بأن الله عز وجل بيده الشفاء وحده لقوله تعالى وإذا مردت فهو يشفين رابعا أن تستغفر الله تبارك وتعالى مئة مرة وتكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله خامسا أن تقرأ آيات الرقية بخشوع وتدبر لمعاني الآيات والآن نترككم مع آيات مختارة في رقية المسل بصوت القارئ شارس عباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونسخه ونسخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسلامين ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رجقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واقتلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريط الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همده ونفخه ونفره الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وكيا فرسيه السماوات والأرض لا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبجن الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعوة الوطا لنفصام لها لنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا اخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا أوصاها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نتينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عديد ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مستمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيرا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرافقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يزكتر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا باللدن كرحمة إنك أنسى الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما برقف لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحكاب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه إن الذين كفروا بآيات لا أتوا فنصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نرجت جلودهم بسلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمشن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويتغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد طلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم منظر أن لا يؤفتون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضررا ولا نفا والله هو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم اتوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حتيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفقدوا في الأرض بعد إصلافها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همته ونفخه ونفه أفحسبتم أنما خلقناكم عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير راحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير راحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير راحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بإسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بإسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بإسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني أسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إله كل واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بذينة للكواكب وحفوا من كل شيطان مارد ما يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واخد إلا من خطف الخطفة فأداه شهاب ساقب فاستفهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من رطين لا جد بل لا جدت ويذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رعوا آيتي يستسخرون وقالوا إن هذا إلا تحر مبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن شجرة الزخوم طعام الأثيم كالمهل يغني في البطون إن شجرة الزخوم طعام الأثيم كالمهل يغني في البطون إن شجرة الزخوم طعام الأثيم كالمهل يغني في البطون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قل يولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشى الجن والإنس إن استطعتم أن تنخذوا من أقطار السماوات والأرض فانخذوا لا تنخذون إلا بسلقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواغ من نار ونحاسوا فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاسا في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب النات ملك النات إله النات من شر الوسوات القنات الذي يوسوس في صدور النات من الجنة والنات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يدخرون وتواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وقشي الرحمن بالغيب فبشره بموطرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآتارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بتالف فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنجل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما لينا إلا البنار المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهددون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرجل الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليس قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المطرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا فيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأقرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منهم نهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منادل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رجقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينفلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرتلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاتهون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاتهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكفرون ولو نشاء لقمتنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لنتقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكته في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينبغ من كان حيا ويحفق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مصبرون فلا يحسن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو قصيم مبين وضرب لنا مثلا ونتي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرها لا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم وصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم نواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارح إنا زينا السماء الدنيا بدينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقدفون من كل جانب جشورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأسدعه شهاب ساقب فاستثهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا مثنا وقلنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون واشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله تهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناثرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوا لنا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رجق معلوم سواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاق عليهم بكأس من نعيم بيضاء لذة الشاربين لا فيها غول ولا هم أنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرهين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في ثواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المصدرين أفما نحن بميتين إلا موثتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أطل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالعون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ظالين فهم على آتارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نزانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباطين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أورقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إذ كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني تقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأجفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السحي قال يا بني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت قال ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرقيا إنا كذلك نجزي المستنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المستنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباوتنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما مصفن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراق المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المستنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلا سلمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتبرون أخسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمصبرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياتين إنا كذلك نجزي المستنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوقا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونسان من المرسلين إذ أبق إلى الكلك المشهون فتاهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبت في بطنه إلى يوم يباطرون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يخطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إثهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصدق البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاكمين إلا من هو صالب جحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى أحين وأبصرهم فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظلمنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم وهقا وأنهم غنوا كما وننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرة شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالفون ومنا دون ذلك كنا طائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بختا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاتقون فمن أسلم فأولئك تتحروا رشدا وأنا القاتقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الصريقة لا أسقيناهم ماءا ودقا لنفسنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرف به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله رسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل وعددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اقتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عجدا وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام والسلام